أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن أحر التعازي وخالص الموسى لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن قضى حياته وسخر جهوده من أجل نهضة الكويت وازدهارها وبعث معالي رئيس مجلس الشورى برقية تعزية إلى معالي السيد أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت ضمنها خالص التعازي والموسى بفقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن سمو الأمير الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح رحمه الله أسهم في تسجيل الإنجازات والعطاءات المشهودة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية مشيرا إلى أن دولة الكويت وشعبها الوفي والوطن العربي خسرت بوفاته قائدا حكيما ومخلصا وأميرا وفيا لدينه ووطنه وشعبه وسعى بكل تفان لخدمة الأمتين العربية والإسلامية وبعث معالي رئيس مجلس الشورى برقية تعزية مماثلة إلى سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن العربي والأمة الإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته اشتركوا في القناة